نعم القرآن عند السنة بكتب السنة محرف انتم تحتاجون تبحثون ماذا تفعلون هذا مو شغل محثنا بكتب الشيعة مو محرف موجود السنة شوف انا حاليا احاول اتكلم بلطط بس لا تستعمل هكذا كلمات كتب الشيعة لا تقول بتحريف القرآن ما هو انتم قنواتك ومن الصوح لليل تقولون الشيعة يقولون بتحريف القرآن وفعلا نحن نقول بتحريف القرآن والقرآن عندنا محرف واللي الآن بديت وتحتاجون الشيعة لا يقولون بتحريف القرآن لأن القريشي نزحكم والباساتكم وبين اللي القرآن عندكم محرفة وهذا الشي صار وانا شخصيا انصدمت منه قبل 6 أشهر 7 أشهر غسيل مواعين تعرف غسيل مواعين احسنيا المعصوم عندكم غسيل مواعين وليد أسماعين هذا أرسلولي فيديو قاله وشيخنا شوف كان يناقش معمم أو ها كان يرد علي يقول يا شيعة ده أمير قريشي بيقول بتحريف القرآن يا شيعة إزاي كده أنا ظلت صافا اذكرت الماضي الوسخ اللي مع أخوات السنة عفوا اذكرت الماضي الوسخ للسنة اذكرت مناظراتهم مواقعهم التي تصرخ الشيعة يقولون بتحريف القرآن اذكرت العرعور وعثمان الذين كانوا يستدلون بروايات الأئمة أن القرآن محرف اذكرت بالمناظرات حينما يثبتون من كتب الشيعة أن القرآن محرف اذكرت قوانا قنوات السنة التي تقول أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن اذكرت معممين يأتون بكلامهم ويقولون شاهدوا الشيعة يقولون بتحريف القرآن مر مر شريط وصخ عن أخوات السنة عفوا عن مشايخ السنة ومواقعهم مر شريط وصخ اذكرت الماضي كله عجيب ليش قبل كانوا يفرحون 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 يعني يدفعون فلوس إلى شخص معمم يقولون لأقول أن القرآن محرف بس احنا نعرف شلون نستغلها نلعبها حاليا لا يردون مع الشيعة يا شيعة تعالوا ندافع عن كتاب الله إن أميرة قريشي نزع الباسات السنة وشيعة وقال كل واحد ينظر العورة القرآن محرف فيا يا شيعة تعالوا نتفق فإن أميرة قريشي أنقذ جمهورة بالتشريع وترك مخانيث الشيعة يقولون أن القرآن محرف ولا يوجد دليل واحد وترك السنة بمصحف عثمان المحرف ولا يوجد لهم مشرع لا يوجد ما عندهم إمام معصوم يقول خذوا به تنجو ما عندهم حط جمهورة في النجاة صعدهم قال لهم معليكم أنا الصافة ويا مخانيث الشيعة ويا السنة أصعدوا للجنة وإنسوا أنتم مرتاحوا صعدهم بمن بالتشريع المفتاح السر اللي ما كانت مفتحمة لا مخانيث الشيعة ولا السنة السنة ما عندهم بالله ما تنتهيين من عندهم السنة من فهمه المفتاح السر التشريع بدأوا الآن الآن يبتون يبتون يعني واحد مثل هذا غسيل مواعين أنت شغلتك تثبت أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن شلون تدافع عن الشيعة شلون لأن ضربتك أنا ضربتك بالمفتاح السري التشريع أنا عندي تشريع تماما لك تشريع فهنا أنا الضربة فأنتم فهمتوها قلتم أن هذا أثبت أن القرآن محرف في كتب السنة وفي كتب الشيعة فتحريف القرآن ثابت عند الطرفين ما بكلام المصيبة أنقذ نفسه بالتشريع يعني طفر هو هو قال القرآن محرف وطفر صعد بالسفينة إحنا بقينا غرقانين بيمن بيمن نصعد للسفينة بيمن ما عندنا واحد يمديدة هو عنده إمام معصوم مدلى يده التشريع فأركبه في سفينة النجات إحنا باقين نلزم صدر عائشة عائشة هم راح تغرق وتنزل ويانا تحت المية طيب شلون وين نروح به الحالة فتعالوا نتحد مع الشيعة المخانيث ونقول يا شيح نحن لا نقول بتحريف القرآن والشيعة معقولة يا شيعة إزاي ده أمير القريش بيقول بتحريف القرآن يا الله وماضيكم الوسخ كنتم اتهلهلون اتهلهلون من الطلع الرواية تقول أن القرآن اتهلهلون ماضيكم الوسخ موجود يحفظه سماحة المفتي جوجل وسماحة بغاية الله العظمى يوتيوب موجود ماضيكم الوسخ كله موجود ومحاضراتكم حلقاتكم موجودة موجودة أنتم عندكم حلقات الشيعة يقولون بتحريف القرآن عندكم حلقات لكن ما طلع لكم ازلمه ويقول لكم عندنا تشريع ولذلك كنتم تحاسبون الشيعة كأنفسكم فتقولون يا أيها الشيعة المركب واحد المركب القارب اللي إحنا بيه الزورق واحد حتخرب حنغرق حنقرق كلنا كلنا حنروح في الموية فالشيعة المخانيث كانوا يأكوا وإذ قال فرعون لي هامانا يا هامانا يا فعون والسنة وياكوا وإنه قالوا يا فرعون إجي أمير قريشي طق القارب طق برجله كذك شقيقه شقيقه صعد بسفينة النجاة قال غير قوي الله أنا عندي تشريع اهنان واحد بزن بذاري واحد تلا بذاري يومني 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 يساعد نبذاري وين نروح يعني أنا عندي تشريع أنا عندي تشريع أنا المعصوم يقول لي اتجه باتجاه غرفة فارغة جارة طابوك صل باتجاه غرفة صوم صوم قرآن محرم ما أتكلم أنا ما أتكلم ما أتكلم هو أولى بي من نفسي يقول لي حط نفسك بالنار حط نفسك بالنار أنتم تتضاققتوا الآن صرتوا تبتشون يعني شيء وقف العقل والله العظيم شيء وقف العقل الآن صرتوا تبتشون الآن معقولة شيعة تقولون معقولة لأن مفتاح السري ضربتكم بالمفتاح السري هذا مفتاح أهلي مفتاح علي عليه السلام الذي لم يعطيه للأمة أعطاه فقط للشيعة أصحاب العقيدة السليمة قال إن هذا القرآن القرآن الكامل حينما عرضه قال لن تروه إلا مع ولد المهدي انتهى الكلام الإمام الصادق في كتاب الكافي يقول كذب من ادعى أنه جمع القرآن كله إلا علي بن أبي طالب كذب 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 كلام مطلق كذب من ادعى جمع القرآن جمع القرآن كله إلا علي بن أبي طالب أي واحد يقول أنا جمعت القرآن كله يقول له حط خازوق بك ورتاح إلا علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب بالروايات عندنا لم يظهر قرآنه أظهره مرة كفروا به قال لن تروه إلا مع ولدي ثم ماذا قال قال المفتاح السري التشريع اعمل بالتشريع تنجو افضح غيرك ولذلك أنتم الآن دخلتم في ربكة تحاولون أن تصفوا مع الشيعة ودقون يا الشيعة كيف تقولون بتعريف القرآن الحمد لله شكرا لله على هذه النعمة العظيمة التي من بها رب الرحمة علي عليه السلام